وما زلت مع التحدي الذي طرحته على الشيعة ألا وهو أن وليد إسماعيل يغلق قنواته إذا استطاعوا أن يردوا على سؤال عقلاني فقط ألا وهو السؤال اليوم هل من الممكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوحي؟ هل من الممكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوحي؟ أظن السؤال بسيط هل بالفعل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كتابة الوحي؟ أم لا؟ الإجابة مختصرة وتبقى مفيدة نعم من الممكن أن يمنع من كتابة الوحي لا يمكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوحي أحلاهما مر بنتكلم عن عمر رضي الله عنه وضاه عشان بس نريح نفسنا وما يدخل ليش واحد طب أصدق إيه؟ طب رايح فين؟ طب جاي من إين؟ بنتكلم عن عمر رضي الله عنه ورضاه هل من الممكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوحي؟ لا يمكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوحي بسيطة الحمد لله رب العالمين الآن لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع من كتابة الوحي لكن في نفس الوقت يقولون أن عمر بن خطاب منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر